أنا ضيف وضيف مختلف تماما ضيفنا ليه سولات وجولات وإنجازات كتيرة قوي قوي لو سألت عليه كلاعب هتلاقيه لعب كورة وتقلق وتميز ولو سألته بعد كده برضو كمدرب حدس ولا حرج ليه برضو سولات وجولات وليه حاجات كتيرة جدا ولو جت سألته بقى كإداري هتلاقي عنده كتير جدا يعني ببساطة هو متعدد الشخصيات والمواهب وكل مكان بيروحه كانت ليه فيه بصمة يعني ايه كل مكان بيروحه بيبقى ليه فيه بصمة بيحقق فيه إنجاز بدايته في كورة القدم كانت في نادي الزمالك من قطاع النشئين لا قليع في نادي الزمالك قطاع النشئين واستمر معاهم حتى بقى سن ووصل لعشرين سنة واللي غاية ما التحق بكلية الشرطة اللي ساب الكورة شوية وركز في كلية الشرطة تركيز كبير قوي وهو في كلية الشرطة طلبوه في نادي الترسانة يعني انت كنت بتلعب في الزمالك في النشئين وبعد كده سبت نادي الزمالك وروحت لكلية الشرطة وركزت فيها قوي ورجعت بعد كده على تلعب في نادي الترسانة ده اللي هنعرف منه إيه القصة اللي لفت دي ولفه كده مرة واحدة كده ساب الزمالك ورجع بعد كده على الترسانة ووصل لعب في الترسانة كان مدافع جامد قوي 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 يعني ومن غير طبعا تفكير راح لعب في الترسانة مع الشوكيش لما طلبوا منه كان جيل مين اللي هو حرب الدهشوري حرب وكل اللي جوم الترسانة بقى الكابتن من الصفرياد والكابتن الشاز دي وكان فيه لعبة كتير جدا معاه هو برضو عشان يتكلم فيها تخيلوا بقى لما لعب مع الترسانة لعب مع الترسانة حوالي 15 سنة حقق فيهم بطولتين بطول الدور عام وده في عمر فريق الشوكيش اللي هو العصر الزهبي الفريق الشوكيش عارفين يعني ايه دور عام وكاس مصر الترسانة كان بكفلين يعني قد ايه الترسانة كانت فرقة جامدة قوي وفرقة يعني تكسر اي حد وكان كل الفرقة كبيرة اهل زمالك اسماعيلي التحاد كل الفرقة دي كانت تخاف منها لكن هنسيبه برضو هيتكلم هو ليه ساب الزمالك وراح الترسانة لما اعتزل ما فكرش يعني بعض الواحدة بيبطى بيفكر كتير قوي يقولك ايه هشتغل ايه هعمل لها هو ما فكرش كان محدد طريقه على طول راح على التدريب ده هو ده هو اللي كان معهول المخطط لنفسه وبدأ التدريب مع الاستورة كابتن فؤاد صدقي وده واحد من عمليقة التدريب وكان لاعب وانجر رايت حاجة جميلة انا شفته عدت معاه واتكلمت معاه وكان بينصح نتعمل كذا وكذا 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 بعد كذا الشغل في التدريب برضو عصرته كان شايف كابتن فؤاد صدقي في نجمينة ده موهبة تدريبية وظل في تدريب الشواكيش حوالي يعني سنوات كتيرة جدا ولما ساب الشواكيش راح فين بقى راح نادي الشمس نادي الشمس ده جابه من الدرجة الرابعة وطلعه الدوري الممتاز الله فيه ايه طلعه من الدرجة الرابعة فضل مع فرقة نادي الشمس انت بعد ما كنت شغال مع الترسانة وفرقة كبيرة جدا ومحقق دور محقق كاس تسيب الدوري الممتاز وتروح لفرقة درجة رابعة فيه سر هنعرف منه السر ده المهم هو بعد الشمس دخل تجربة تانية بعد ما حققهم وصلهم لدور الممتاز دخل في تجربة جديدة وهي مع المقاولون العرب مع كابتن فؤاد صدقي رحمة الله عليه وكان كابتن فؤاد صدقي مقتنع بقدراته كمدرب بشكل كبير جدا وعملوا الاتنين في فريق حاجة تفرح واشتغلوا مع فريق المقاولين العرب من الصفر وجابوا المقاولين العرب من الدرجة الرابعة حتى الوصول للدوري الممتاز وفي نفس الوقت لما تبص المقاولين العرب حقق بطولات دور عام وبطولة افريقيا وكسر الدنيا فريق المقاولين العرب كان في قيادة نجمينا النهاردة مع كابتن فؤاد صدقي وفي نفس الوقت بعد تجربة المقاولين العرب كان ليه تجارب اخرى وكتيرة وكانت عبارة عن تدريبية تدريبية بس مش في مصر خارج مصر راح قط سافر قطر درب الريان القطري والنهضة القطري وحقق فيهم بطولتين الدور العام للنهضة والريان ووصل لنهائي كاس الأمير انا اعمل افتكر له حاجات كتير قوي وصل لنهائي كاس الأمير وبعد كده بعد ما حقق الإنجازات في قطر رجع لمصر مرة تانية بناء على طلب الكابتن العظيم الكبير اللي راح بطلع عليه كابتن فؤاد صدقي علشان يتولى منتخب مصر وحقق مع منتخب مصر إنجازات كبيرة جدا ويمكن احنا وصلنا لومبل جيمز في موسكو بس كان فيه مقاطعة سنة 80 بعد ما كانش مقاطعة بعد وفاة الرئيس الله رحمه أنور السادات فما سافرناش وانسحبنا من البطولة دي وبعد كده تولى أيضا تدريب ايه منتخب العرب منتخب العرب ده اتعمل سنة 82 في قطر وكانت المواجهة بين منتخب العرب وبين الأندية الهولندية وكان فيه رواق جامل عمل رواق جامل وعمل فكرة عالي جدا وبعد ما عمل منتخب العرب رجع مرة تانية على نادي المقاولين العرب واتجه إلى العمل الإداري بدأها من اتحاد الشرطة لاتحاد الكرة كان رئيس اتحاد الكرة ساعتها اللي هو حرب الدهشوري وتولى رأس نادي الترسانة وبعد كده نقاب التلمهن الرياضية ولجنة المدربين ومواقع إدارية كتيرة وهو بنفسه اللي بيكشف عنها أنا طبعا مش عاوز أتكلمه هو هيكشف عن كل حاجة والآن هو بيرقس الجمعية المصرية لقدامى اللاعبين المصريين بيقوم فيها بدور كبير جدا فيها حاجة إنسانية مفيش بعد كده وطبعا أصر بيتولى مسؤولية أسر اللاعبين القدامى واللاعبين اللي هم محتاجين علاج حاجة كتيرة جدا يعني وهو الجمعية اللي بتصرف على بعض الناس دي تقولك عمل إنساني مفيش بعد كده من خلال كلام ده كله من خلال صندوق الجمعية وده عمل خير عظيم مش قلتلكوا أنا ضيفنا ضيف مختلف ضيف كلاعب كمدرب كإداري حاجة حقق في كل حاجة وصلها حقق فيها إنجازات كبيرة جدا نجمينا النهاردة مش عايز أطول عليكم عشان هو عنده حاجات كتيرة جدا وعندنا تقارير كتيرة جدا لاسمعوا الناس وتتكلم عليه إزاي ضيفنا النهاردة هو اللواء عبد المنعم الحاج نجم الشواكيش السابق ومدرب المقاولين العرب ومنتخب مصر ومنتخب العرب تعالوا نساقبل سيادة اللواء عبد المنعم الحاج نجم مصر نجم الشواكيش ونشوف إيه اللي عنده بدأ كرة إزاي وإيه اللي وصله ده وصله إزاي وإزاي يسيب فرقة زي الشواكيش ويروح يمسك فريق في الدرجة الرابعة ويطلع بيه وبعدين ينزق لسيب الشمس يروح المقاولين العرب ويطلعوا من درجة الدرجة الرابعة لمنافس في أفريقيا طيب نادي الترسانة فين يا سيادة اللواء ده اللي هنعرفه منه تعالوا نستقبله ونشوف هيقلنا إيه